قد يقول قائل إذا كان الخنزير محرما فلماذا خلقه الله أو ما الحكمة من خلق الله له سبحانه وتعالى أولا لابد أن نعلم أنه ليس كل شيء خلقه الله يكون حلالا أكله يكون حلالا أكله أبدا هذا أمر الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يسأل عما يفعلهم يسألون الأمر الثالث نحن كمسلمين نعتقد عقيدة جازمة أن الله حكيم وأنه لا يمر إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة سبحانه وتعالى فأمره ونهيه وحكمه دائر تحت الحكمة أبدا هذه عقيدتنا لأن الله تبارك وتعالى يقول أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق أي تعالى عن العبث والمتعالى عن العبث والذي لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى لكن هذه الحكمة قد تظهر لنا قد لا تظهر قد ينص الله عليه قد لا ينص عليها ولا يجوز المسلم أن يقول لا أقبل أمر الله حتى أعلم الحكمة هذا لا يجوز لأن أولا عقولنا قاصرة وفهمنا قاصر أعطانا الله فهما على قدرنا وعقولا على قدرنا وإدراكا على قدرنا سبحانه وتعالى فكوننا لم نعلم الحكمة لا يعني أننا لا نقبل أمر الله تبارك وتعالى وإنما نقول سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير هذا هو الأصل الذي يجب علينا أن نقوله ولو لم نعلم الحكمة لكننا نؤمن أن الله لم يفعل شيئا إلا لحكمة وقد يكون من باب الابتلاء نسمع أو لا نسمع نطيع أو لا نطيع ولذا لما قال الكافرون إنما البيع مثل الربا رد الله عليهم قال وأحل الله البيع وحرم الربا عندما يقول قائل حرم أن نجمع بين البنت وعمتها ولم يحرم أن نجمع بين البنت وابنت عمها نقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى اتهى الأمر فأحيانا بعض الأوامر من الله تبارك وتعالى لأجل أن يرى نسمع أو لا نسمع نطيع أو لا نطيع ابتلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر